كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معبد هابو بالقرنة في جولة مفتوحة لمتابعة ما تم من أعمال الترميم من معبد وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة أنه سيتم توفير كل المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة المعبد بما يتناسب مع القيمة الأثرية والتاريخية الخاصة به مشددا على دعمه الكامل لرفع كفاءة المعبد الأثرية ومنها معبد هابو